موسيقى مشاهدين أهلا بكم مجددا الطائرة الروسية الحديثة المسيرة ذاتية سوخوي سبعون أو الطائرة الجديدة المسيرة ذاتية أوخوتني كما يطلق عليها الروس وهي كلمة تعني صياء إن القوات الجوية التابعة للدول التي ستقتل المقاتلة الروسية سوخوي سبعة وخمس ربما تكون في حاجة لاقتناء طائرة سوخوي سبعون أيضا وإنه في الغالب ستكون هذه الطائرة المسيرة من نصيب قوات الجوية الجزائرية قريبة في ضر التطورات العسكرية التي يشهدها العالم حاليا ظلت روسيا كعادتها تفاجئ الغرب بطائرات جديدة فريدة من نوعها بدأ الغرب والناطو يرتبكون من التطور الذي شهدته والذي لا زالت تشهده القوات الجوية الروسية وعلى رأسهم القوات الأمريكية وضلت تظهر عنوين كثير من بينها الغرب يقيم الطائرة الروسية المسيرة ذاتيا الحديدة لقد آثارت الرحلة الأولى بالطائرات المسيرة ذاتيا الجديد أوخوتني أو سوخوي سبعون اهتمام الخبراء والصحفيين الغربيين وكتبت عدة وسائل إهلا بقالات مختلفة عن الطائرة الروسية أوخوتني لقد ذكر موقع بليتاري ووتش ماجازين إن أوخوتني مثل مقاتلة سوخ سبع وخمسون تعتبر طائرة حربية جديدة تماما طورت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويقول التقرير أو الخبر أيضا إن الطائرة المسيرة ذاتيا وخوتني ستكون قادرة على أداء وظائف مختلفة بما في ذلك دعم السوف سبع وخمسون عند اختراق المجال الجوي للعدو وتحقيق التفوق الجوي وكذلك القيام بمهام هجومية مستقلة تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعروف بعد أنظمة الأسلحة التي سيتم استخدامها في الطائرة المسيرة ذاتيا سوخوي سبعون أو المسمى أخوتني كما كتب الموقع أيضا بما أن روسيا تنوي تحويل طائرة سو سبع وخمسون إلى طائرة مقاتلة من الجيل السادس فإن التفاعل مع طائرة مسيرة مثل طائرة أخوتني كالحديث يمكن أن يكون وظيفة جيدة وجديدة ورئيسية ستزود المقاتل بميزة على المنصات المنافسة وحلل موقع The Drive فيديو الرحلة الأولى لطائرة أخوتني وأشار إلى المخطط الجديد في طلاء الطائرة المسيرة ذاتية ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني استخدام تصميم محسن أو حتى نموذج أولي إضافي يختلف عن ما يظهر في الصور التي نشرت في يناير من العام الجاري ولفت الانتباه إلى أنه يمكن رؤية جهازي استشعار بيانات الرحلة على فيديو الرحلة التجريبي أثبتين مؤقتاً على الحافة الأمامية للجناع كما أضاف موقع آخر وهو موقع Army Recognization إن الطائرة الروسية الجديدة تختلف عن الطائرة الأمريكية في استخدام التقنيات الشبع وربما أيضاً في معدات الحرب الإلكترونية القوية كما يصف استراتيجية الطائرات الروسية المسيرة ذاتية التي تعمل في مجموعة وتبادل البيانات عبر قناة اتصال آمن ومساعدة الطائرات المأهولة في حالة حدوث نزاع مسلح مع عدو متقدم تكنولوجيا وقد شهدت نوسيا قبل أيام تدريباً عسكرياً جوياً متميزاً وتميز هذا التدريب بمشاركة طائرة مقاتلة يقودها الطيار وهي السوء أي سوخوه 57 وطائرة مسيرة دون طيار وهي السوء 70 أو سوخوه 70 أو طائرة أوخوتني المسيرة ذاتية وقد تدربت الطائرتان اللتان ظلتان قيد الإختبار ولم تدخل إلى حيز الخدبة الفعلية بعد على اختراق دفاعات العدو الإفتراضي الجوية أسراب أجهزة الروبوت الطائرة قد أكد هذا التدريب أن القوات الجوية الروسية تنحو إلى الاستعانة بالطائرات المسيرة ذاتية التي هي عبارة عن إنسان آلي روبوت للمحافظة على سلامة طياريه أي سلامة البشر وإن الأغلب ظنّاً أن شركة سوخون صنعت طائرة آس 70 المسيرة ذاتية والمسمات أوخوتني الصيار من أجل الاستخدام ضمن مجموعة الطائرات التي تقودها مقاتلة سوب 57 الحديثة والتي تمثل الجيل الخامس الأحدث حالية من المقاتلات الأخرى ويقول الخبير العسكري يوري كافريلوف إنه من المفترض أن تقوم الطائرة المقاتلة التي يقودها طاقم بشري بالتحكم في مجموعة من الطائرات المسيرة ذاتياً التي تعمل بتوجيهات من الطيار الذي يقود طائرة سوخو 7 وخمسون أي سوخو 7 وخمسون وستوفر الطائرة المقاتلة في نفس الوقت الحماية للطائرات المسيرة دون طيار وتدافع عنها أيضاً ضد المقاتلات المعادية ولقد صمت طائرة سو 70 لتحمل مختلف المعدات والأجهزة حسب المهمة الموكلة إليها ويتوقع أن تبلغ سرعة الطائرة S70 ألف كيلومتر في الساعة ولا يمكن أن تستخدم طائرة S70 كمقاتلة لخوض المعارك الجوي لأن شكلها الهندسي الذي يتميز بخلوها من مجموعة الدين أي جناح الدين يحد من قدرتها على المنالة ولكن تصلح للاستخدام كمقاتلة قادفة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كطائرة استطلاع كما يمكن استخدامها لكشف مكونات نظام الدفاع الجوي للعدو ودل التدريب المشترك بين مقاتلة سوخوي 57 وطائرة أوخوتنيك سوخوي 70 المسيرة ذاتي على أن القصد تزويد القوات الجوية الروسي بأسراب الطائرات الروبوتية التي تقودها مقاتلات الجيل الخامس دعونا نتعرف على الطائرة الروسية المسيرة أوخوتني أو سوخوي 70 إن أوخوتني أو الصياد الضاري سوخوي 70 باللغة الروسية هي طائرة شبح روسي بلا طيار قامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس آه من سنة 2019 بقيت في الجول أكثر من 20 دقيق وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت به بوط ناجر ظهرت الصور الأولى للسلاح الروسي الجديد على شبكة الانترنت في أواخر يناير من السنة الجارية وتحمل الصياد أي أوخوتنيك أو سوخوي 70 أجهزة رصد ليزري وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء كما ستزود برادارات متطورة شبيهة بما لدى مقاتلات الجيل الخامس الروسي سوخوي 57 ولقد كتبت بوابة أخبار بيزنيز إنسايدر الأمريكي إن أوخوتنيك يمكن أن تعقد حياة الجيش الأمريكي بشكل كبير ويفترض أن تؤدي طائرة أوخوتنيك مهمتها في قصف الأهداف المراد تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس سوخوي 57 وحسب توجيهاته وتبدو طائرة أوخوتني طائرة دخل فباع جناحها يبلغ 19 مترا أي أنه أكبر من جناح المقاتل القادف سوخوي 34 ويصل طولها إلى 14 مترا وتزن طائرة أوخوتني نحو 25 طن منها 2800 كيلو غرام وزد الأسلحة فقط ويصل مدها إلى 5000 كيلو متر ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلو متر في الساعة مواصفات الطائرة المسيرة الروسية الحديثة سوخوي 70 أوخوتني الصفات العامة الطاقة صفر لا يوجد طيار الطول 14 مترا المسافة بين الجناحي 19 مترا الوزن وهي فارغة 22200 كيلو غرام الوزن وهي محملة 25000 كيلو غرام قادرة على حمل دخيرة حتى 2800 كيلو غرام الأداء السرعة القصوى للطائرة 1.4 ماء ما يعادل 1400 كيلو متر في الساعة المدى 5000 كيلو متر معدل الصعود 211 مترا في التسليح بخصوص التسليح لا توجد حتى الآن معلومات أو كل معلومات التسليح محجوبة حالياً عزيزي المشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر